من وقت لآخر تستعر المواجهات في حجور بمحافظة حجة هذه الجبهة لا تكاد تهدأ حتى تعود من جديد تصر ميليشي الحوثي على اختراق حجور بينما يتصدى لها مقاتل القبائل رغم إمكانياته من متواضعة مقارنة بما تبلكه ميليشي تقاتل بسلاح دولة نجح مقاتل حجور في صد سلسلة من الهجمات التي شنتها ميليشي الحوثي الثماني والأربعون ساعة الماضية شهدت ارتفاعا لوطيرة القتال في الجبهات الجنوبية والشرقية والغربية لمديرية كشر الميليشي كالعادة تعوض انكساراتها بالانتقام من المدنيين من خلال القصف العشوائي بهدف تأزيم الوضع الإنساني مصادر متطابقة من الميدان أكدت احتياج الجبهات في حجور للدعم بالعتاد إلا أن شرعية والتحالف كما يبدو لم يحسم حتى الآن موقفهما تجاه المقاتلين في هذه الجبهة وكل ما تم تقديمه مجرد عقاقير وقليل من المواد الغذائية المعلبة الأمر الذي أثار السخرية مراقبين بالنظر لما ينبغي أن يقدم من دعم لجبهة بأهمية حجور ميليشي الحوثي كما يبدو أدركت خطورة التحام حجور بالجيش الوطني الذي بات على بعد كيلو مترات من جهة الشمال فأرادوا عزل حجور عن محيط المواجهات وهو ما رفضه أبناء حجور الذين سبق لهم أن تصدوا في مثل هذا الشهر عام 2012 للتمدد الحوثي الذي لم يجد إلا الألغام وسيلة للانتقام من أبناء كشر وعاهم ومستبى عنوان المواجهات خينها